مرحبا وأهلا وسهلا بكل متابعين المطبخ الشامي ومن فينا ما بيحب أكلات المقالي بالصيفية وخاصة مع صحن تبولة سفرة ولا أطيب كرمال هيك حضرت لكم هاد الفيديو اللي بيحتوي على ثلاث وصفات مقالي مختلفة أما محبي الأكل الصحي فلازم يشوفوا فيديوهاتنا اللي حضرناها عن السلطات ويلا مع بعض لنبلش أول وصفة ونشوف مكوناتها وطريقة تحضيرها رح نعمل هلأ مع بعض مطبخ الباتنجان المقلي ورح يلزمني لطح ديرون نص كيلو من الباتنجان رح أشرون بهذه الطريقة وقطعون بشكل دائري بسماكة واحد سانتي وبعد هيك وزعت قطع الباتنجان على الصينية ورشيت عليه هون كمية بسيطة من الملح اللي يتخلص الباتنجان من المي اللي فيه وما يشرب زيت كتير وقت القلي وبشيلو على جناب وبكمل تحضير بقية المكونات رح قطع حوالي ثلاث بصلات كبار لترنشات أو جوانح متل مشايفين وعندي كمان ثلاث حبات من الفليف للخضرة رح نضفهم من البزر منيح وقطعون بهذا الشكل وهلأ صار وقت القلي بزيت غزير على النار رح أبدأ أول الشي بقالة رنشات البصل لحتى ياخد الزيت نكهة من البصل وأول ما يتمل عندي البصل وياخد هاد اللون الدهبي الحلو رح شيله على طنجرة اللي رح أطبخ فيها مطبق البتنجان ومننتقل هلأ لنقلي الفليفلة بنفس الطريقة تماما وكمان لما الفليفلة تاخد لون رح شيله وحطه بنفس الطنجرة مع البصل وآخر الشي رح نقلي البتنجان طبعا البتنجان هو أكتر الشي بياخد وقت طويل بالقلي وبيحتاج كمان أن يقلبه على الوجهين أول ما شوفه أخد لون من الوجه الأول بيستخدم شوكة صغيرة وبقلب كل الحبات على الوجه الثاني وهلأ بعد ما حطيت كل المكونات المقلية بالطنجرة رح ضيف عليه هون أربع حبات كبيرة من البنادورا مقطعين لأطعمة وسطة وبضيف عليه هون نصف كاسة من الماء مع رشة ملح حسب الرغبة وبقلب كل المكونات تقليب صغيرة حتى ما ينهرس عندي البتنجان والخضار المستوية وباقي عندي هلأ على نار خفيفة رح أتركن حتى تستوي البنادورا وتنشف ميتة رح أغطيهم وأترك كل المكونات تتشرب منك هات بعضا وبعدين رح شيل الغطاء وأتركن حتى تنشف تماما وتصير عندي بهذا الشكل وهيك وصفتنا الأولى بتكون صارت جازة ومننتقل لنحضر الوصفة الثانية واللي هي مطبق الفليفلي بالكسبرة والتوم استخدمت لهي الوصفة أربع حبات كبار من الفليفلي الخضرة ولازم تكون الفليفلي من هات النوع اللي بيجي سميك أطعتهم لقطاع كبيرة متل مشايفين ورح أبدأ هلا أقليهم بزيت غزير وأول ما تتبل عندي الفليفلي ويبدأ يتغير لونه رح شيله على طبق جانبي وبطنجرة تانية على النار رح استخدم معلقتين كبار من زيت الزيتون رح حمص فيها معلقة كبيرة من التوم المهروز مع معلقتين كبار من الكسبرة الناشفة المطحونة وبقلب الكسبرة والتوم مع بعضون على نار هات دي حتى تبدأ الكسبرة تاخد لون خفيف وتطلع عندي ريحة الكسبرة مع التوم البتشهي بهذا الوقت بضيف عليهم الفليفلي الخضرة المقلية مع بندورتين كبار مقطعين لقطع كبيرة وبضيف عليهم بالأخير رشة ملاح حسب الرغبة رح أغطيهم هلا واتركهم على نار هات دي حتى تستوي البندورة وتنشف ميتها منيح وهيك وصفتنا التانية بتكون صارت جاهزة وخلونا ننتقل مع بعض لنحضر الوصفة الأخيرة وهي الوصفة هي عبارة عن كوسة مقلي مع صوس التراتور قطعت أربع حبات من الكوسة بشكل دائري مثل مشايفين بهي السماكة ورح أقليهم هلا بزيت غزير بنفس الطريقة اللي قليت فيها الباتنجان كمان الكوسة لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة من المي بياخد وقت طويل بالألي وكمان أثناء الألي بيحتاج أن يقلبه على الجهتين لحتى ياخد هاد اللون الدهبي الحلو رح شيله على طبق جانبي بيحتوي ورق مطباق حتى ينشف شوية من الزيت اللي فيه وهلأ رح نحضر مع بعض صوس اللبن بطحينة أو التراتور استخدمت حوالي كوب من اللبن الزبادي ضفت عليه هون معلقتين كبار من اللي طحينة بالإضافة لعصير نصليمونة كمان رح تضيف نصف معلقة صغيرة من الثوم المهروس ورشة ملح حسب الرغبة أنا هون استخدمت نصف معلقة صغيرة من الملح بخلط المكونات كلها مع بعضها بعدين رح تضيف عليه هون نصف جانب من الماء حتى خففت من قوام السوس وبرجع بخلطهم بشكل كتير منيح وهيك وصفتنا الثالثة بتكون سالة جاهزة وباقي عنا هلأ نسكبون بأطباء التقديم وصفة مطبق الفليفلة مع الكزبرة والتوم كتير حلو انه نقدمها مع البطاطا المقلية كتير طيبين مع بعض أما مطبق الباتنجان مع الخضار بيتاكل بارد وكتير بيلبق معه كمية منيحة من البقدونيس رح حطها هلأ على الوجه وصفتنا الأخيرة وصفة الكوسة مع التراتور بتتقدم بهاي الطريقة وطبعا لازم تكون باردة ولا غناء عن رشة البقدونيس على الوجه وطبعا كل هاي الأكلات لازم تتاكل بالخبز وهيك كانت وصفاتنا لليوم إن شاء الله تكون عجبتكن وإذا أنتو بتعملوها بطريقة تانية أو بمكونات إضافية ياريت تخبرونا وصحتين وألف هنا على قلبكم من المطبخ الشامي ترجمة نانسي قنقر